هاي اول مرة بزور هاي الكنيسة طبعا احنا حاولنا نفوت عالجامعة بدك جرابات ملونة قولوا ليك شرابنا نفوت انت عريس شي حتى انه اخر شي خلوني يجوها الكنيسة شغل شمعة واتمنأوا مني هاي القهوة معروفة كتير عنا بالشام هيك يعني تمام انا عن سابس هاي كيفكم شو الاخبار اجعلناكم بفيديو جديد وفيديو اليوم يا جماعة انه نحن بنا نعمل هيك جولة بقلبي الشام يعني اذا انتو كنتو بالشام لازم تزوروا هاي الاماكن اذا كنتو بره الشام لازم كمان تجولوا عنا وتزوروا هاي الاماكن لهيك نحن هلا اول شي انا عم صوركم هذا الانترو بالحديقة البيلية الموجودة براستو الحمدية يعني نحن هنبلش اول شي من الشام القديمة وهيك يعني وين نقدم نروح نشوف رجلنا وين رح تاخدنا رح نروح بس قبل ما تشوفوا الفيديو لا تنسوا لنا من اللايك والشير وسبسيكرايب فعلوا زر الجرس رح لا شوفوا نظارات شان تشوفوني مني شان ما تقولوا لي عيونك عب تبروزيها ويلا خلونا نشوف كثير عجقاء كثير شوف بس كثير السوق حلو يعني هيك فيه عالم شاء الله شعبي كثير يعني المهم الشهر مكان هون بالحمدية هو بوزة بقداش تاكلوا بوزة شباب وهذا حنشوف هناك عن بوزة بقداش لنشوف إذا لساتوا نفس الطعمة ولا لا يعني أنا موقت ما كنت تصديري كنا نروح لعندو نقصده يعني نجي من آخر الدنيا ونجي لعند بقداش حتى نافل بوزة العربي مع الفستق والقشطة وهذه الأشياء فخليكم معنو يلا نشوف نشوف إذا الطعمة طيبة ولا لا وليه شونا نفوت مرحبا ياسم كيف تطعمة؟ نشوف مكان بس والله ما عمل لايك نشوف مكان بس والله ما عمل لايك كيف تطعمة؟ ماذا جبت لي ؟ أشطو هاي؟ أشطو؟ أسرع؟ أسرع؟ اه أسرع؟ 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 مهام؟ ماذا أتع أخير لكم عن شوارع الشام؟ تحتاروا بأي طريق تمشوا فيه؟ عن جد، ما عم أعرف إجريني وين عم يأخدوني؟ المهم انتو يكملوا معاي وخلونا نشوف لوين راح نروح اه يا ام كلتون اللي شفتو قبل ما تشوفك عيني عمري ضايا يا بي احسبوه ازال علي انت عمرين ايه والله انتو يلي عمري يلا حطونا لايك وهلا احنا وصلنا على قهوة النوفرة اوكي يا جماعة هاي القهوة معروفة كتير عنا بالشام مين ما اجا من برا من جوا كلهم بيجوا علي القهوة سعارة ظريفة وعندهم كل شي هيك مشروبات طيبة يعني بالشتة وبالصيفية ظريفة بصيف رطبة وبش تدافية صح ولا لا اوكي اوكي مشان العالم يعني في كتير عالم جوا ما بتحب تطلع بالتصوير فما قدرنا نصور لكم معالم الجوانية فخلونا نتابع له الجملة ونشوف لأي من نروح يا الله يا جماعة يعني السوق الحمدية لحاله بدو سردة اكلنا بوزو وفي اكلنا هيك شغلات من وراء الكواليس ما ورجي لكم يوم مشا ما تقولوا عنه نفج عالين وش كمان يعني هذا السوق كله بتلاقوا فيه كل شي أكلات طيبة أكلات مو طيبة أكلات غزائية وأكلات مو غزائية تياب شو ما بتقوم تلاقوا فيه وكمان كتير السوق مشهور ومن أقدم الأسواق عنه وهلأ وصلنا على الكنيسة المريمية وبصراحة هي أول مرة بزور هاي الكنيسة يا جماعة من كتر مو حلوة ما قدرت إلا وادخل عليها وتشوفوها معي تشوفوا قديش حلوة من البلد هلأ بهذا المكان هون محل لما متل ما بيقولوا تبع بيدقوا الناقص تبع الكنيسة الجراز شو اسموه دفقة نخوص الخطر هنا صور هيك طلع يمكن بيطلع الواحد على السلم حتى النقدة شاكين شو عالي من فوق بيريرن الجرس طبع الكنيسة لهذا إذا طلعت عليه بسرر شيء بس مموت إذا هيك فدعكم وهون أول ما فتت على الكنيسة من جوا كانت المفاجئة بالنسبة لإلي ما بتتخيلوا قديشها مريحة وحلوة وكبيرة لك حتى أنو هي باردة هيك بهالشوبات وكل لوحة بهاي الكنيسة إلها معنا وهون مثل ما قالوا لي بهذا المكان بيقروا فيه تراتيل الإنجيل عن جد شعور كتير حلو ولازم بتجوا عليها حتى أنو آخر شيء خلوني جوا الكنيسة شغل شمعة وأتمنى أمني إن شاء الله تتحقق وهلأ تابعوا الفيديو للأخير وتعالوا لنعمل جولة من جواد الكنيسة ترجمة نانسي قنقر هذه هي نعملت الفتلة السريعة عن جد ما كان إلي قلب أن نطلع من هذا المكان نحن الآن في سوق الصالحية أيضاً هذا السوق معروف عنا بالشام والذي يأتي من برا أو الموجود هنا بالشام دائماً يأتي على سوق الصالحية فيه كل شيء من التياب للبس للأكل للنقرشات كيف تتحرك بلقطوك لتشتري هل تعلمون يا شباب؟ هؤلاء هل تريد أن تجرى باطم لأولين؟ لا أتعلم أنت عريس شيء؟ خاطب أكيد خاطب لدينا كلزة أوهيك بلقطوك هل تريد أن تشتري خاوة فهلأ دائماً اللي بيجوا على سوق الصالحية بيقصدوا أول مكان شو يا حزرك؟ أبو عبدو المهم هلأ أبو عبدو كمان مشهور بالكوكتيلات والسلطات الفواكه والسبيشيلات ودائماً كل اللي عنده هايك دائماً عجقة فنحن هلأ بما أنه بنهاية الحلقة فرح نروح نبري إنا هكي بكاسة شغلة بكاسة عصير بصح مهم هايك نبورد يظل تعب حاسي حالي باطمان بيها مرحباً مرحباً أدائي لكوكتيلة الفواكه ١٥ ٥ ٥ دللاً يالله هلأ والله أنا كتير أكل الشغلات يعني بكم ساعدوني هنلا هنلا العيون هنلا هنلا العيون هنلا قلن هنلا هنلا مبسوطين دائما برجع بالكون يعني قولي قلق يفترس يزون وعبد يلا خمس دقائق برجع شو شباب خاولوا غيلوا قولوا الله هلأ في شي بدي جربوا داي أعود هون جنبي شا ماحس حالي عبطل على فوق ينشئ المخي معاك محرمي جيب لي محرمي أبا حسين أبا حسين حبيب قلبي هاي شو هاي شوكولاتة بس ونبدل شو نوعها تحبيل الناس يزام والإيه إيه ونبدل ما حلمك نعم نعم بالله مم 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 كامل عندي ما عندك ملا صاحب صاحب عم يتخانقوا هلأ أنا عم باقر مم وهايك ما نكون وصلنا لنهاية الحلقة طبعا هلأ أنا أكتر مكان حبيته هو بصراحة الكنيسة والجامع الأمو يعني صح ما فوتونا على الجامع نحنا نصور بس نحنا فتنا وشفنا شغلات هيك وكذا المهم كثير واحدة يحس أنه مرتاح بهاي الأماكن اللي فيها عبادة في هيك جو روحاني يعني حلو بعدين بالمرتبة الثانية لما بلشنا ناكل ونلوش ونحشة وناكل القصص المهم إن شاء الله تكونوا حبيتوا الحلقة إذا أحبيتوها لا تنسونا من اللايك واششائروا سبسكرا بفضل وزر الجرس وإذا على بالكم نستنزور كمان أماكن تانية حطولي بالتعليقات وبس وبحبكم ونشوفكم حلقات جديدة باي